مجلس الوزراء أصدر قرار بتأسيس شركة تصدير العقار للخارج إيه الهدف من تأسيس أو نعمل الشركة عشان نقدر نصدر بيها العقار طيب خلينا أقولك أن أصلا السوق العقار المصري هو سوق دايماً اللي الساسمار فيه عالي جدا وإحنا طبعاً عشان عندنا دلوقتي أزمة في العملة الأجنبية وهي الدولار فكل التجاهاتنا أو القرارات اللي بناس عليها في وجود حلول لإحنا نقلل الفجوة الدولارية من ضمنها وهي فكرة تأسيس الشركة تصدير تبقى خاصة بتصدير العقار وتأجير العقارات المصرية نتيجة زيادة الإقبال أصلاً أو الاستثمار في العقار المصري دايماً بيبقى فيه عائد ففيه دايماً إقبال عليه والمستهدف منه أنه يتحقق منه عوائد ما يكرم من 2 ل 3 مليار دولار سنوية وده طبعاً خطوة هتساعد على انتعاش العقارات بشكل كبير ومساهمة في تقليل الفجوة الدولارية بجانب أن احنا أصلاً عندنا مصريين موجودين بالخارج في قطاع الخليج بشكل أكبر يعني ده هيعمل نشاط ورواج لهم كالستثمار لأنه هياخد حوافز استثمارية لما يستثمار بالعملة الدولار هو هياخد خصم معين أو هيبقى فيه ديسكون معين فده هيساعد الإقبال يزيد أكترية طيب خلينا أسأل بس أنا هو أنا هصدر العقار إزاي؟ يعني هيئي الألعين اللي هتخليني أصدره؟ إيه الطريقة اللي أنا هبتدي أشتغل بيها كالصدر العقار؟ طيب هو إنت حضرتك في مصر بتوفر كل المنتجات العقارية اللي ممكن أي حد يبقى محتاجة سواء سكنية في أماكن مختلفة طبعا عندك العصمة الجديدة بدأت تظهر فيها طلب كانش موجود في مصر قبل كده وهي الوحدات الفندقية بدأت تبقى موجودة وده بيبقى عليها إقبال ودي بزات اللي هو هيبقى بيستثمار طويل للأجل فيها كاستثمار للإيجار إن أنا هشتري وحدة فندقية أي حد هيبقى موجود بينزل في مصر هو بينزل فترة مؤقت وباقي فترة السأنة كانت بتبقى الوحدة غير مستغلة فهيبدأ إنه هو يستفد بيها طول السنة يعني وله يكون نزل شهر واحد و11 شهر مش مستفد بيها هيبقى كده بيستفد بيها وهو موجود كإقامة أو موجود كسياحة وباقي المدة هو بيستفد بيها كمان هي هتدي له ميزة إنه هو يبقى عنده إقامة لمدة خمس سنين لو اشترى عقار قيمته فوقل 300 ألف دولار ده دي ألية من الألية دي عملية من عمليات الجذب إنه هو يبقى بيستسمر في الاستثمار العقار إنه هيخذ الإقامة المصرية